اشعار جديد من اليوتيوب لمنشئ المحتوى ليوضح توضيح مهم جدا لازم تكون عارف ان الموضوع ده حيزيد من ارباحك لان حضرتك كنت مفكر انك حتكسب بس من خلاصة الشورتز لا ده اليوتيوب هنا بيقولك يتم احتساب كل مشاهدات الشورتز التي سجلتها قناتك عند مشاركة الارباح الناتجة من اعلانات خلاصة الشورتز ولكن لازم حضرتك تكون مفعل اعلانات خلاصة الشورتز هل بس كده لا ده في حاجة اسمها اشتراكات يوتيوب بريميام انا عندي على الايميل ده يوتيوب بريميام بدفع اشتراك شهري وقدره تقريبا ستين او سبعين جنيه لما اجا تفرج على اي شورتز من اللي تحت ما بيظهر ليش اعلانات فحضرتك كمنشئ محتوى لو انا تفرجت عندك ما ظهرش ليك اعلانات المشاهدات دي انت مش هتاخد عليها فلوس اليوتيوب هنا قرر ان هو يعوضك ويقول لك مشاركة الارباح الناتجة من اشتراك يوتيوب بريميام في فيديوهاتك القصيرة وان ده خيار اشتراك مدفوع يتيح للمستخدمين ده مستخدم يتيح للمستخدمين انه يشاهد محتوى بلا اعلانات وتشغيل المحتوى في الخلفية وتنزيله والاستفادة من اصدار مدفوع من يوتيوب ميوزيك وينطبق هذا العرض على مشاهدات الشورتز تدفع مناصة اليوتيوب 45% من صافي ارباح يوتيوب بريميام المخصصة لصناع المحتوى الذين يحققون الربح من خلال فيديوهات الشورتز بمعنى اصح او اضق حضرتك هتاخد 45% من اصل المبلغ لو المبلغ مثلا 100 جنيه انت هتاخد 45 جنيه وحلال على اليوتيوب 55 جنيه طبعا بيقول لحضرتك مكان عرض ارباح الشورتز احنا شفناها مع بعض النهاردة وحنشرح كل حاجة بالتفصيل في الارباح بكرة او عتنام بكرة ولو صحيح تسحة شارد نسكافيه مستورد امي من دهولي وانا جاي من بيت طحفة بص هتقول عليك الديمو الجديد بكرة بكرة هيبقى يوم مستقانياس يعني مستقانياس يعني مستقانياس يعني مستقانياس يعني حاجة حلو قام بيقول لحضرتك هنا ان الارب ايم حيظهر وحيبان في ادارة المحتوى كل حاجة بالتفصيل ويسا هنوضحها ووضحتها لك الصبح في فيديو بس ده كله مليش علاقة بيه عند قبول واحدة تحقيق الربح من شورتز محتوى الشورتز يتم احتساب مشاهدات اي فيديو شورتز قصير على قناتك من اجل مشاركة ارباح الاعلانات على الشورتز اعتبارا من واحد فبراير عشرين تلاتة وعشرين وسيتم تلقائيا ايضا احتساب مشاهدات فيديو الشورتز التي تم تحملها بعد واحد فبراير لمشاركة ارباح الاعلانات في الشورتز ولن تحتاج الى تفعيل ميزة تحقيق الربح من فيديوهات شورتز كما تفعل في الفيديوهات الطويلة اما الشورتز التي تسجلها قبل الموافقة فلن تكون مؤهلة لمشاركة ارباح الشورتز ازاي بقى كده اما مشاهدات الشورتز التي تم تسجلها المشاهدات او بعد تحميل بقى فيديو شورتز قصير يمكنك الاطلاع على حالة تحقيق الربح منه في قسم المحتوى ضمن استوديو يوتيوب سيظهر رمز تحقيق الربح بالاخضر او الاصفر على فيديوهات الشورتز التي حققت مشاهدة ومؤهلة لمشاركة الارباح يمكنك الاطلاع على الرموز واحنا كلنا عارفين الرموز معنى كده اننا مش محتاجين نعمل تفعيل لميزة تحقيق الربح يعني مش محتاجين نشرحها لك شكلنا في الايام اللي جاية الى هذه اللحظة مفيش الكلام ده ازاي مفيش الكلام ده لان انا رافع الفيديو ده تقريبا من ساعة او ساعتين قبل الفيديو بالزبط او قبل ظهور بالزبط اليوم واحد اتنين اللي هو قبل الفيديو بالزبط اهو لسه الى هذه اللحظة ما تمش تفعيله لازم اروح افعله بنفسي طب هل بكرة ولا بعده هيبدأ يظهر لنا اننا مش هنحتاج نعمل تفعيل وهو بشكل اوتوماتيك هيعملك لاما مؤهل او غير مؤهل لسه مش عارفين ولكن الكلام اللي قدامنا بيوضح لنا كده اللي جاي ان شاء الله يكون ممتع ليه يا وليك بمناسبة 25 مليون مشاهدة يا جماعة ده احنا في اول يوم ولسه ما كانش احتسب يوم واحد فبراير انا كنت بوضح لك انك ما تحكمش على التجربة غير اخر الشهر حضرتك ما سمعتش وبرضه هاجمت وما فهمتش افهم الكلام للنهاية واسمع الفيديو للنهاية واحكم ما ينفعش تحكم على الكتاب من عنوانه لان العنوان ممكن يكون من جوه الحشو مختلف شكرا لجميع